جربتي تعملي فتة العدس بالطريقة التحفة دي اتحداك لو اي حد في البيت بيقولك ما باكلش العدس ما بحبش العدس يشم بس الريحة ويشوف منظر الطبق هيلتهمه هيكله كله هيخلصه ويطلب تاني فتة العدس بالطريقة دي تحفة صدقيني مش هبطلي تعمليتو للشتا كانوا بيغلبوكي لما بتعملي عدس اللي يقولك ما بحبوش ما باكلوش طب تعالي يا امر ادخلي على الفيديو وشوفي الطريقة نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد غسلت ربع كيلو عدسة اصفر او عدسة احمر لو انت برا مصر اشارت رستوم وقرني فلفل اخضر او احمر اللي موجود وجزرتين وبطاة صايا وملح وكمون وفلفل اسود وقلب ماجي مطحون ما تلاقيش هحط بصل بس هحط في الحلة على طولها عشان ما تصننش معايا ولا رحيت هتغير هحط الحلة اقلم ان نصها مية وكون غسل العدس كويس جدا واروح نزلها على المية وولع النار واروح منزلها الجزر والتماطم والبطاطس والتوم والفلفل وخرت بصلايا كبيرة وانزل على المكونات دي واسيبه يتسلق هغطي الحلة تتسلق بس تحط الاول التوابل قلب ماجي وكمون وفلفل وملح وممكن تحط شوية كوزبرة بحبة بابريكا لو عندك غطيت الحلة تتسلق واسبتها تبرد اروح بقى اعمل ايه؟ حمصت عيش شامي اسقصته بالمقص وعملته في زيت بس قبل ما قليل عيش قالت البصلة البصلة عملتها بشوية نشا دعكتها قطعتها جوانح وروحت قليها في الزيت وقالت وراها العيش كده العدس برد معاي اروح بالكبشة كده وفي شفشة ايه الخلاط او لو عندك هند بلندر اعمل ليه في الحلة زي ما هو الحلة التانية دي هعمل شوية عتس بالشعرية بحدة سمنة بلدي علشان اللي عاوز يغمس بعيش وشوية لمون وفلفل مخلي الجنبه نزلت بشوية شعرية حابة صغيرين على قد اللي هعمله انا هعمل شفشة مطحون عتس يعني شفشة الخلاط هامله عتس على الشعرية وشفشة تاني هامله اللي فتت العدس ما شاء الله الربع كيلو فيه بركة يعني عشان بنحط عليه مكونات تانية لو عندك كمان كوسة اشاريها وخرطيها مع البطاطس وحطي برضو بصل وتوم وتماطم وجزر ده بيبقى نفس القيمة الغذائية اللي في شربة الخضار وكمان العدس يا جماعة بروتين العدس مغز جدا احنا بنعمله دايما في الشتاء بيدينا طاقة وحيوية وبيدف فينا اللي يقولك ما باكلش العدس ادخلي عليه بفتة العدس والله العظيم ابني كبير ما كان بيتريق العدس ربنا يسمح اول لما شاف الطبق هو اللي جاب معلقة وكل ما قالش ايه ده حتى طبعا ريحته باينة طب والله العظيم انا كنت شام ريحته لحمة من جماله حمرت الشعرية ورحت نزلة بالعدس شايفة لونه جميل ازاي انا كمان حطيت نص معلقة صغيرة كركم بتخلي الطعم كده جميل وتخلي اللون كده روعة شوفوا لونه جميل ازاي ضربت برضو بقية العدس بعد ما تسلق في شافش ايه الخلاط ما لش شافش رحت حطا في نفس الحلة اللي سلقت فيها او كنت ببرت فيها وولعت عليه النار انا عايزاي يغلي بس لو عايزة تحطش عليه معلقة سنة بلدي وهو بيسخن كده او بيغلي ما فيش مشكلة عايب بقى طعم طبعا طبعا محمصين العيش الشامي وقبل ما نحمص العيش قلتلك عملت البصل جوانح وحطيت عليه معلقة نشا وعدت قدعك بايدي كده البصل وروحت محمرة في زيت غزير واول لما البصل بدأ يصفر معايا شلته بمقصوصة وعلى مناديل وروحت محمرة العيش الشامي رغيف رغيف ما حمرتش كله عشان ما يتحروقش مني دلوقتي بقى العدس الاصفر او العدس الاحمر حطيته على الشهرية الشهرية اللي متحمرة معلقة سمنة بلدي طبعا حطين التوابل وحطين كل حاجة وهو بيتسلق مش محتاجة حط حاجة تاني اول حاجة بقى هتعمليها هتغرفي العدس اللي بشارية وهتحط المخلل اللي جانبه طبعا في الشتاء بيبقى فيه ليفت مخلل واللمون دلوقتي رخيص نعمل لمون وفلف المخلل وتأمري الرغيفين اللي هتاكل بيهم والفتة بقى ما تحطيش العدس هقولك على الطريقة ترسيها ازاي هيخلوهم يكلوا صوابعهم وراء كده شربة العدس معايا غليت عايزة تحطي معلقة سمنة بلدي اللي رياحك عايزة تأكليها كده مع الفتة اللي رياحك دي حسب رغبتك أمرت اللي عيش اللي هيتاكل مع العدس لو عندي كايش صابح يبقى خير وبركة يبقى أجمل طبعا هتضري المخلل وابدأ بقى رسي فتت العدس ساعة الأكل بس هغرف العدس اللي هو بشعرية في الطبق حطيتها ليه معلقة سمنة الطبق اللي فيه معلقة وشربة العدس حطيتها في الطبق الميلمين وهبدأ أرس على حروف الطبق اللي عايش المحمص الشامي اللي أنا مش محمصه أنا قليافي زيد زيد شفاف وابدأ هرس على حرف الطبق علشان ساعة الأكل هيقلبه على طول العدس بالعيش المقلي بالبصل المقلي وهيبقى طعمه طحف طبعا البصل ده بنعمله للكشري أنا عملته للعدس أصدت إن أنا أعمل الفتة الجميلة دي والله أحلى طبق فتة عدس تكليف حياتك بالطريقة دي وفي طريقة تانية للعدس هعمل لكم بيها برضو هعملها لكم اليومين الجايين على فكرة ممكن كل المكونات اللي حطناها وإحنا بنسلق العدس نحطها في الحلة فاضية وعليها معلقة زيت أو سمنة ونحمص البصل يعني نشوح البصل مع التوم مع الجزر مع البطاطس وبعدين نحط العدس ونقلبه برضو لغاية لما يديكي لون أصفر حطيت جوه الطبق بقى مش على حرفه البصل المقلي البصل الجوانح اللي أنا عامليه بقربلك الطبق تشوفي منظره صدقي دي فتت عس والله طحفة شكلها جميل ورحته طحفة ممكن تحطي بقى معلقة صغيرة سامنة على الوش كده منظر الطبق بصراحة يفتح النفس أي حد ما بيحبش اللي عدس ويتحطي له الطبق ده أتحدكي لو ما كلش منه أو خلصوا كله طلب تاني طحفة وشكل ومنظر وريحة وطعم ومغزي لو عجبتك بقى الطريقة وعتنسيني في اللايك وعمل اشتراك لو أول مرة تشوفيني السلام عليكم